الله معكم أحبائي آخر تطورات في ميانمار لدينا تطورات كثيرة مع آخر تحديث نشرته حول الحرب في هذا البلد صراع كبير الجيش التابع للحكومة في ميانمار يتعرض لخسارة كبيرة وهزائم كثيرة في العديد من المناطق إذا استطاع تحقيق بعض المكاسب في بعض المواقع رجاء أن تابعوا الفيديو حتى النهاية وستراحظون كم تغيرت خريطة السيطرة في بعض المناطق سنبدأ مباشرة بتوضيح هام اللون الأحمر يرمز إلى سيطرة جيش ميانمار وما تبقى هي مساحات تدبع لمختلف المجموعات المتقاتلة سنبدأ بجيش أراكان حيث قام بخرق الهدنة مع جيش شين في هذه المنطقة وكان هناك تقدم لقوات جيش أراكان تقدمت بعمق 47 كم عن امتداد 51 كم واستطاعت السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأصفر كما تشاهدونها طبعا الأمر ينظر بالخطر خصوصا نوع من الاتفاق أو الهدنة بين الطرفين أما التقدم الآخر فكان لقوات الدفاع الشعبي في هذه المنطقة تقدمت واستولت على منطقة كانت تسيطر عليها كوات الجيش الصيني طبعا هذا التقدم كان بعمق 17 كم وبعرض 32 كم استطاعت القوات التابعة لكوات الدفاع الشعبي السيطرة على كامل هذه المساحة التي تشاهدونها أيضا كان هناك تقدم لكوات الدفاع الشعبي على حساب جيش ميانمار تقدم في هذه المنطقة بعمق تقريبي 21 كم عن امتداد 53 كم واستطاع السيطرة على كامل هذه المنطقة التي كانت تخضع لجيش ميانمار أيضا تعرض الجيش ميانمار لخسائر على يد قوات ما يسمى MNDAA طبعا تقدمت في هذه المنطقة باللون البرتقالي الداكن كما تلاحظون هذا التقدم كان بعمق تقريبي 26 كم وبامتداد 47 كم حيث استطاع السيطرة على هذه المساحة ومحاصرة قوات جيش ميانمار الموجودة في هذه المنطقة وتركها دون امداد وهنا كانت بقعة الاشتباكات الرئيسية والضخمة التي شرنتها مختلف الفصائل ضد جيش ميانمار حيث أيضا في هذه المنطقة تقدمت قوات تعانج في هذه المنطقة تقدمت بعمق 24 كم وبعدد 30 كم واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة يقول أنه جارة تقاسم مناطق السيطرة التي كانت تقدم حتى سيطرة جيش ميانمار في هذه المنطقة أيضا كان هناك تقدم في الأيام الماضية لطبعا كوات تعانج في هذه المنطقة بعمق 22 كم وبعدد نحو 20 كم وأيضا هنا بعمق 15 كم وبعدد نحو 20 كم وأيضا سيطروا على هذه المنطقة ولكن عادة قوات جيش ميانمار التقدم دخل نحو 300 عنصر واستطاعوا بأن يبدأ عملية عسكرية ولحقهم تبعهم العديد من قوات جيش ميانمار واستطاعوا الاغتراك والسيطرة مجددا على هذه المنطقة بعمق يمكن تقول 17 كم وبعدد 20 كم وبالتالي تحاول قوات جيش ميانمار استعادة المناطق التي خسرتها في هذا الاتجاه إلا أن المعركة كبيرة ضدها وضغط كبير من كفة الفصال المتقاطرة طبعا فيما يتعلق بجيش شان الشمالي أيضا كان لديه هجمات على مواقع جيش ميانمار فحقق مكاسب في هذا الاتجاه حيث استطاعت القوات التقدم على امتداد 57 كم وبعدد 32 كم والسيطر على كامل هذه المنطقة هذه مناطق سيطرة جيش شان كما تلاحظون سأستعرضها لكم وبالتالي هذه منطقة إضافية لهم أيضا كان هناك منطقة إضافية هنا أيضا بعمق 16 كم وامتداد 54 كم لذلك لاحظوا حجم المنطقة التي خسرها جيش ميانمار خلال هذه الفترة منذ نهاية أو منذ آخر تحديث نشرته حول هذه الحرب أيضا كان هناك معارك بين جيش أراكان في السحل الغربي لميانمار وطبعا جيش ميانمار استطاعت قوات جيش أراكان استعرض السيطرة على هذه المنطقة التي خسرتها في وقت سابق منطقة بعمق طبعا 20 كم وبعارض تقريب نحو 8 كم هنا وأيضا في هذا الاتجاه كان هناك أيضا خسائر لجيش ميانمار خسروا منطقة بعمق أيضا 26 كم وبعارض 13 كم إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بمكاسب جيش ميانمار حقق مكاسب في هذا الاتجاه وأيضا كان هناك خسائر المكسب الوحيد كان في هذا الاتجاه تقدم عند هذه الضفاف كما تلاحظون هاتين الضفتين تقدم ووصل إلى هذه المنطقة السيطرة على بلدتين هنا تقدم بعمق 13 كم ولكنه أيضا في مواجهة قوات كاريني الموجودة هنا خسر هذه المنطقة التي تمتد على مسافة 34 كم وبعارض 22 كم أيضا جرى قطع خط إمداد بقوات جيش ميانمار تقسيم هذه المنطقة وعزلها كان هناك تقدم جيش كاريني بعمق تقريب أو وسط 6 كم وبعارض 11 كم وبالتالي كما تلاحظون تشتد المعارك في هذا البلد تشتد المواجهات بشكل كبير وبشكل خطير ضد جيش ميانمار وضد المجموعات نفسها الموجودة في هذه المنطقة طبعا أحباه هذا كان كل شيء حتى 21 يوليو أي جديد سوافقكم به لاحقا رجاء لا تنسوا الانضمام بالقناة ورجاء شاركوا الفيديو مع أصدقائكم شكرا لكم وإلى اللقاء بفيديو آخر